أنا مثلا عندي أربع سنوات خبرة في التعديم كأستاذة متعاقدة هذا العام رح يكون قالوا بلي كان مسابقة رح تكون على أساس شهادة وهذا القرار رح يكون منصف في حق الأساتيد المتعاقدين علش لأنه عكس المسابقة الكتابية ما تحتسبش الخبرة للأساتيد المتعاقدين لأن الأستاذ المتعاقد هو أستاذ مكون رو تعب في الميدان عنده كما نقول الخبرة اللازمة علش هاد الأستاذ ولا نعملو كشخص يعني كإنسان علش نعملو كوسيلة لأنه لو كان نعملو كإنسان رح ديغاك ثم نطيل الإنصاف ندمجو في مليل بوستنداعو نتمنى أن شلائس الجمهورية ينصف هاد الفئة كما نصف فئات أخرى بالماضي القريب كانوا يطالبون بالإدماج وتثمين خبرتهم الميدانية أكثرهم خبرات ساوي عشر سنوات المتعاقدون خرجوا لمرات عديدة ينشدون تدخل رئيس الجمهورية واليوم رسميا تم إدماجهم في مناصب قارة مباشرة بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقدت وزارة التربية خالية مركزية مع جميع مديري التربية للتكفل بالمتعاقدين وإحصائهم ميدانيا لتنفيذ الأمر قبل شهر فبراير المقبل ست سنين خبرات في مجال التعليم واليوم الحمد لله يا ربي رئيس الجمهورية أعطى أمر بترسيمه إدماج كامل الأساتد المتعاقدين في مناصب قارة وثابتة أكيد رح تكون فرحة كبيرة يعني واحد لما يتعطي له حقه وتنصفي رح أكيد رح يكون سعيد السنة الماضية كانوا غيروا في الراتب يعني المتعاقد أصبح يتقاضى نفس راتب الأستاذ المرسم في السنوات اللي قبل ما كان شيء تتلقى نفس راتب الإدماج رح أنه رح تكون متطمن يعني مستقر الاستقرار الإدماج يعني الاستقرار بالنسبة للأساتد المتعاقدين الاهتمام بالمستوى المعيشي الاجتماعي والمهني للأستاذ وعد قطعه على نفسه رئيس الجمهورية في أحد اللقاءات التي جمعته بالصحافة الوطنية واليوم يتجسد وجود تطمينات من قبل الحكومة ممثلة في رأس الدولة الجزائرية بعادة الاعتبار للأستاذ والرفع من مكانته الاجتماعية وتحسين جانبه المعيشي والأستاذاء يأملون كثيرا في هذا القرار وعدم ثقة مطلقة في وعد الحكومة وفي انتظار صدر هذا القانون نتوقع بالأستاذ رح تغير مكانته يعني هو كقرار في حذب ذاته نثمن قرارات اللي تكون في صالح الأستاذ لكن نحن هذه القرارات نحب نشوفها من الموسة على أرض الواقع إذا كانت قرارات حقنا تخدم الأستاذ فم رحبا بها كل الأستاذ رح يعاني ويعاني ويعاني وكان ينتظر في هذه القرارات من السيدة الرئيس الجمهورية أما القانون الأساسي والذي ينتظره ما يقارب المنيون الموظف سيخرج قريبا وينتهي الجدل القائم قانون الأساسي كان في 26 نوفمبر مع السيد الوزير عرض كل التفاصيل تعوى المهام يعني مهام يعني كل أسلك والرطب شوفوا النسخة النهائية تمنينا لو كشفنا النسخة يعني المسودة يعني هكذا ربما تكون للإثراء لكن هذا ما يمنعش أنه احنا عندنا ثقة في يعني في الوزارة وعندنا ثقة في سيد رئيس الجمهورية أنه تصنيف رح يكون عادل لكل أسلك وكل الرطب لما يقول قانون الأستاذ دليل على أن في أعلى سهارا في السلطة رح يقع أولوية للأستاذ نعم الأستاذ هو محور العملية التعليمية بناء على هذه القرارات الجارئة التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي تصب في صالح الأستاذ ستتغير تلك الصورة النمطية التي كثيرا معاهدناها في قطاع تربية عامة وعند الأساتذة خاصة